وقال ابن العبري في صفحة 248 فجيش التونخان ملك الخطى مئة ألف من شجعانه وقدم عليهم أميرا من أمرائه وأنفذهم للقاء المغول فلما وصلوا إليهم استحقروهم لقلتهم بالنسبة إليهم وتهاونوا في أمرهم وأرادوا أن يسوقوهم كما هم إلى ملكهم التونخان يعني هؤلاء جماعة التونخان هؤلاء الخطى استقفوا بالمغول لقلت عدد المغول يقول فلما وصلوا إليهم استعقروهم استعقروا المغول لقلتهم بالنسبة إليهم وتهاونوا في أمرهم وأرادوا أن يسوقوهم كما هم إلى ملكهم التونخان ليفرجوا بهم عنه غمه إذا هو الضرب عليهم حلقة وصادهم سيدا فاشغلهم المغول بفطور المكافحة وأطمعوهم إلى أن وصلت الأفواج التي مع قان جاءهم قان ومعه أساكر من المغول من التتار فأوقعوا بأسكر الخطى ولم يفلت منهم إلا النزر ولم يفلت منهم إلا النزر وكان التونخان ملك الخطى بمدينة بمدينة تسمى نامكينك فلما بلغه الخبر بما جرى على أصحابه ارتاع وأيس من حياة الدنيا وجمع أولاده ونساءه وكل من يعز عليه ودخلوا بيتا من بيوت الخشب وأمر بضرب النار فيه فاحترق هو ومن معه أنفة أن يقول عزة وحمية أنفة من الوقوع في أسر المغول ودخلت أساكر المغول إلى المدينة ونهبوا وأسروا البنين والبنات وأمنوا الباقي وفتحوا غيرها من المدن المشهورة ورتب بها قان الشحاني وضع فيها المحافظ القائد العسكري المسؤول الأمني الحاكم العسكري الحاكم المدني ورتب بها قان الشحاني وبينما هم مسؤولون بفتح بلاد الخطأ توفي تولي خان وكان أحد بالأخوة إلى قان فاغتم لذلك كثيرا وأمر أن زوجته تتولى تدبير عساكره وكان لها من الأولاد أربعة بنين مونككا قوبلاي مونككا وقوبلاي وهولاكا وأريغ بوكا فأحسنت تربية الأولاد هذه هم هولاكا فأحسنت تربية الأولاد وضبط الأصحاب وكانت لبيبة مؤمنة فدين بدين النصرانية تعظم محل المطارنة والرهبان وتقتبس صلواتهم وبركتهم وجعل القائد المغولي مخيمه على شاطئ نهر أتل أنا أخذ مقتبسات من كلام ابن الأبري يقول وجعل القائد المغولي مخيمه على شاطئ نهر أتل وغزى هذه النواحي أي بلاد السقالبة واللان والروس والبلغار فقتل فيها خلائق بلغ عددهم مائتي ألف وسبعين ألف مائتان وسبعون من أين علمت بهذا هل كما يقول التيمية كافتراعات التيمية هل أخذ من نهج ابن تيمية ومن تجليس ابن تيمية ومن خزعبلات وروزخونيات وهمبلات وأكاذيب ابن تيمية لا يعلم بأن هذه أكاذيب وافتراءات وادعاءات لكن أعطى السبب يقول علم ذلك أي علم عددهم من آذان القتلى التي قطعوها قطعوها امتثالا لمرسوم قان لأنه تقدمت بقطع الأذن اليمنى من كل قتيل وبعد فراغ باطو من أمر السقالبة تجهز للدخول إلى نواحي القسطنطينية فبلغ ذلك ملوك الفرنج فجاءوا حافلين حاشدين والتقوا المغول في أطراف بلد البلغار وجرت بينهم حروب كثيرة انجلت عن كسرة المغول وهزيمتهم وهربهم فقفلوا أي فرجعوا من غزاتهم هذه ولم يعودوا يتعرضون إلى بلاد يونان وفرنجة إلى يومنا هذا لاحظ بالرغم من الصراعات بين ملوك وصلاطين بلاد الغرب في ميونان والفرنج إلا أنهم تركوا صراعاتهم جانبا واتحدوا ضد عدو مغول غاز المتغطل السفاتق فكسروه فانهزم وامتنع عن قصد بلادهم وغزوهم بينما الأئمة الخلفاء صلاطين الأمة يتسابقون إلى الخيانة صلاطين الأمة الإسلامية أبناء تيمية أبناء تيمية يتسابقون إلى الخيانة والعمالة لقوى الغزو والاحتلال والاستقواء بها ضد بعضهم البعض بل هو القيام بحروب طاحنة فيما بينها مياض عن أسيادهم المحتلين وتحقيقا لمصالحهم الاستعمارية الفاسدة القبيحة